مرحباً معك فاد الشيحة ببنضينام كو ويوجهتنا دعوة لنا نحضر في مكان مجهول في لندن في قلعة هيفر وهناك قدرت أجركم لعبة نيني كوني تو مثل ما تشفون القلعة جداً عريقة وشكل جداً جميل والحين بكل تواضع خلوني أبدأ أوريكم اللعبة واشرح لكم إيش هي وأعرفكم عليها خلونا نبدأ أنا أعرفكم لعبة نيني كوني تو يا أصدقاء، رجل دينج دونج ديل، من أنت؟ عمت سكينه томقاء جدد ويعيش مغامرات كثيرة اللعبة راح تكون لعبة RPG كبيرة ومثل الجزء الأول راح تكون نفس الفكرة أنك تتماشى في المدينة وتتماشى في العالم وتتهاشم على الوحوش تجمع كنوز وتسوي لي تبقى، صراحة اللعبة جدا جميلة والموسيقى طبعا مثل جزء الأول أيضا راح تكون حاجة جميلة أكثر شكية كانت يميز جزء الأول هي أن اللعبة كانت بشراكة من شركة ليبلفّ 5 والستيديو جبلي المشهورة حق الأنيميات المشهورة لكن في هذا الجزء جيبلي ما لا علاقة فيه لكن المصمم الشخصيات اللي كان موجود في جيبلي موجود أيضا في هذه اللعبة ومخرج اللعب السابق أيضا أتى في هذه اللعبة وأيضا الملحن الموسيقي لهذه اللعبة وفي القتال تقدر تحكم بلاث شخصيات طبعا تتحكم بينهم واحد واحد إنك تضغط ساهم فوق إنك تضغط ساهم فوق راح تبدل الشخصية وتعكم الشخصية الثانية وكذا تقدر تسوي خطط كثيرة فمثلا إيفن يكون سريع جدا في الضرب وممتاز جدا أنه يباغت العدو ورولند يكون ضرباته جدا قوية فيكون ينفع كثير مع البوسز وشخصيات تانية أيضا تنفع مع حاجات تانية مثلا عندك البنت هذا عندها سام بعيد تطلق وتركز كثير على الضربات السريعة وأيضا كل شخص له ضربة قريبة وضربة بعيدة فكرة بوكومونات ما راحت جات بشكل جديد اللي اسمها هيقل دليز هيقل دليز عبارة عن خنقول بوكومونات صغيرة تكون موجودة معاكم في القتال يكونون مجموعة كثيرة مثلا في مجموعة تبني لك مدفع تروح عندها ضرب اكس يد تبني لك مدفع وفي مجموعة تسوي لك هيل فهذه المجموعات طبعا تكون بشكل عشوائي هي تتجمع وتناديك تقول لك تعضل اكس ضرب اكس تبني لك مدفع ضرب اكس تسوي لك هيل وطبعا تقل تلفلهم وأنك ترفع مستواءهم وهذا يزيد من قدراتهم ويزيد من قوة كفاءتهم في المباريات والحلو في اللعبة هذي أنه فيه عناصر كثيرة مختلفة زي عندكم مثلا عناصر الحرب الحرب عبارة أنك تدخل حرب فعليا أنك تتحكم بجنود زي ما تشوفون أنت تتحكم اذن والناس الثانين يكونون جمبك يمشون طبعا فيه انواع في عندك جنود مثلا سيافين جنود حقين أسلحة يعني زي بنادق تطلقونهم من بعيد أو مدافع وجنود يكونون سحرة جنود يكونون هيلر يهيلون فيكون فيه خطط كثيرة تتسويها في اللعب وتقدر تحط شخصيات على كيفك طبعا أنك كل ما تتسمشي باللعبة كل ما تخلص كوستات تجيب معك شخصيات وهذه الشخصيات تصير تساعدك وتصير معك بالجنود الهدف من اللعبة طبعا أنك تبني لك مملكة جديدة وتحاول أنك تجمع ناس معاك يسروا معاك بحيث أنك تخلي مملكتك أقوى وأكبر وتقوي جيشك برضو طبعا عشان تبني المملكة تحتاج ناس عشان تزاد ناس تخلص كوستات حول العالم بحيث أنك تساعدهم بحاجة بسيطة وهم بعدين يقولون خلص يسروا معاك في المملكة ويسروا سكان في مملكتك طبعا البناء في اللعبة جدا سهل مثلا تحتاج حداد فأنتك بتروح منطقة فاضية المنطقة هذه مخصصة لحداد فقط فلما تروح عليها يقولك أنه هنا بيكون في حداد فأنت تبني الحداد هذا لما تبني الحداد بيكون عندك مكان أسلحة يبيع فلما يكون عندك مكان أسلحة تبيع بحيث أنه خلص تحتاج أسلحة وتشتري منه وما بس كذا تقدر تطور هذا المكان أنك تخلي مثلا وليبل وان يصير لبل تو وبكذا يصلك أسلحة أقوى وأشياء جديدة وكل مكان تحط فيه أشخاص معينين طبعا الحداد يحتاج حداد فإذا كان عندك شخص حداد موجود يعني أنه صار معاك في المدينة راح يقولك أن هذا شخص مناسب جدا أنك تحطه في المكان ولما تحطه راح طبعا يرفع مستوى بشكل جدا ممتاز وبكذا تقدر تستخدم أشياءك أكثر طبعا ما بس في حداد في حداد في محل سحر في مكتبة في طباخ في ملحمة في منجرة في كل شيء وهذا كله راح يبني مملكتك وبكذا تقدر تطور جيشك وتطور نفسك وترفع مستويات اللاعبين وتسمتع في اللعب أكثر للأسف ما راح يمديني أن أقولكم كل شيء شفته باللعبة لأنه في أشياء كثيرة جدا ستقولي صدقا مثلا هذا شيء قريب من لعبة برسونا وهو فكرتها أن باب سري حول العالم في سبعة مننا لما تدخله راح تدخل دنجن خاص الدنجن هذا يكون في دينجر ليفل الدنجر ليفل هذا يتعبى كثر ما أن تكون في الدنجن فهذه كلا تذبح حوش وتنقص الدنجر ليفل هذا وتحاول تأخذ باللورة في آخره طبعا لازم جمع سبع باللورات في هذه الأبواب وفي سبع أبواب في العالم وهذا كان تجربتنا للعبة نوني كونة 2 وإن شاء الله تكون استفدتوا من الفيديو وإن شاء الله نكون حنا أفدناكم صدقا جيما قلت لكم ما 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 قلت لكم في أشياء كثيرة جدا صعب أن يتكلم معنا حاليا فأنا فضلك تشترون لعبة تكتشفونها من نفسكم عشان تحسون نفس الأشياء الرهيبة اللي أنا حسيتها طبعا اللعبة هذه راح تكون نازلة في تاريخ 23 مارس يعني إن شاء الله من الشهر الجاي كما معكم في هذه الشيحة إذا أجدكم الفيديو أعطونا لايك وشاركوا مع أحبائكم وأيضا اشتركوا في القناة وخلنا حوالنا نوصل 300 ألف مشترك يعطيكم العافية وشكرا مع السلامة